جود عزيز 25 سؤال لازم جاوب عليهم سرعة من غير تفكير كيف انشهرتي فتحت حساب في الانستغرام وما كنت متوقع هذا الشيء أساسا والناس قمز تتابعني بس يعني في شيء معين اللي ضرب معاك لا لأنه كنت بس مع مصور كنت أصور صور عادية فانتشرت من عنده قبل فلما فتحت حساب الناس قادة تدور الحساب طيب فيه ناس بتقول أن جود عزيز لا تجيد التمثيل أبدا ودخلت التمثيل من بابنا مشهورة على مواقع التواصل كيف تردين؟ نهائيا الموضوع مو كذا يعني ترى قبل ما ندخل أي مسلسل لازم يكون فيه تدريبات لازم يكون فيه كاستينج عشان نتأكد من هذه الأشياء وكذا ندخل المسلسل يعني الموضوع مو حيال لجيتك يعني طيب ارتبطت بالممثل باسم طلال ورحت مع بعض في البرامج ومواقع التواصل وحكيت عن قصة حبكم وارتباطكم وبعد أن تركتوا وبعد أن رجعتوا وبعد أن تركتوا ليش عملت كل هذه الدراما؟ أول شي في البداية كنت أبغى هذا الموضوع أصلا يبقى خصوصية بيننا لكن الناس اكتشفت كل شيء فخلاص طلع للناس وما أنه خلاص تم الانفصال فالحمد لعلك الحال والله يوفق الجميع يا رب بالعكس أتمنى لك الخير وبسنت تركتوا ورجعتوا 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 كل هذه عملتوا قدام الناس أنا ما ليدخل أنا ما ليدخل قصدك أنه هو اللي كتب البوستات يعني؟ يعني أوكي طب ليش تركتوا؟ الله يوفق الجميع خلاص أوكي طيب أهم دور قدمتي؟ أهم دور قدمتها شخصية فخرية في مسلسل الجنية اللي أنعرض على شاهد أوكي لبست الحجاب وقلتي حتبعده وبعدين خلعتي والناس اتهمتك أنك عملت هذا كله عشان المشاهدات؟ أول شيء أبداً مو عشان المشاهدات أنا مو من هذه النوعية وباس باس على ليش خلعتي أولاً؟ أوكي بس أنا مو على المشاهدات؟ هو قرار شخصي طبعاً يرجع لك أكيد يعني بس أنه بقصدك أنه مو المشاهدات أوكي طيب يقال أو يقال أنه جهود بتنشر صور لها من المستشفى وهي حط مغذي بحثاً عن الاتنشن والاهتمام كيف بترديه؟ كيف بتكوني تعبانة ولا شيء؟ طبعاً أنا عندي مشاكل صحية مو مشكلة واحدة وقعد أعاني منها فكل شهر لازم أروح أسوي تشيك أب كامل وأشيك على كل شيء من أول وجديد ومن ناحية الاتنشن يعني ما أتوقع في أحد راح يمرض نفسه علشان اتنشن يعني مول هالدرجة الموضوع طيب سلامة قلبك بس إيش يندك إيش اللي يعني تعبك؟ أمور خاصة أوكي ما تحبي تحددي أشيلاً بس يعني إن شاء الله أمورك طيبة صحية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طيب فنانة بتعتبريها قدوة لك في التمثيل؟ أقدر أقول بس؟ ليه؟ لأن ما عندي أحد معين حتى ولا أحد عالمي ممكن تقولي اسم عالمي إذا تحرج إنه مثلا أحد عربي هو المشكلة أنه أنا ما أحفظ أسامي أنا أحفظ وجيه بس أوكي ولا حتى مثلا أحد مش ضروري خليجي أحد من برّ الخليج أيه في أحد من برّ لكن أنا ما أعرف أساميهم صراحة أوكي طيب ولا اسم؟ للأسف والله أنا ما أحفظ أسامي صعب جدا أحفظ أسامي خلاص نمشي أقصى تجربة مريتي فيها أقصى تجربة؟ نقلتي لدبي هنا بدون أهلي ما كان في شيء أقصى من كده؟ لا حمد الله حمد الله طيب رجعتين نشرتي بعد ارتباطك بطلال باسم قبل من تتركه فيديو قديم بتتكلمي فيه أو بتكلمي فيه نفسك في المراية عن حبك لطلال وقلتي إنه هذا حوار مع النفس والناس صراحة سخروا منك كتير على هذا الموضوع وهذه الفكرة طيب يعني ليش عملتي كده؟ الحب حب صورتي الفيديو بس ليش نزلتي للناس؟ كان يعني طريقة تقريبا اعتذار منها كان في زعل بينكم فقم تنزلتي كان اعتذار انه شوف حبيبي اللي لا تزعل وكده طيب السؤال اللي محيرني لي كنت بتتكلم انجليزي في الفيديو؟ لأنه أنا مع نفسي اتكلم انجليش صراحة عشان اقوي اللغة عندي اه اوكي طيب يحطوا لك صور قبل و بعد عمليات التجميل تزعجك هذه الصور؟ نهائيا لا لأنه اللي عارفيني عارفيني انه انا ما سويت ولا شيء واذا سويت اطلع واتتكلم اوكي فما سويت اوال عمليات تجميل كمان؟ لا عمليات ما سويت عملية ولا شيء لا عملية ما سويت بس سويت تحت العين وما اتوقع اعتبر عملية اه ايوة يعني هذه الابر يعني اي يعني بس تحت العين ما سويت شيء ثاني حمد الله اوكي طيب قلتي ان طموحك تكوني شخصية عالمية مشهورة في اي اطار هتحقق حلمك؟ اوكي بس مثلا هل هو حيكون مثلا عمل فني هل هو اعلان؟ يعني ايش يكون؟ كيف شيء يكون عالمي يوصلك العالمية؟ اه الطرفين ممكن كده ممكن كده ماتي بتحددي الان بس انا كنتي رايحة للعالمية بإذن الله اوكي هل بتزوري طبيب نفسي؟ اي اوكي كم اجرك في الاعلان؟ باس اوه واضح اسرع واحد قلتي علي باس لما هجينا عند الفلوس على طول باس ايه تعبت نفسيتك طب اديني من مثلا رينج باس باس اوكي خلاص اوكي خلاص إلا الفلوس واضح يا جماعة إلا الفلوس طيب ممثلة عارضة ازياء فاشينيستة مؤثرة على مواقع التواصل كيف بتصفي نفسك كذا قلت لك اختاري صفة محددة؟ اوه انفلونسر بلوغر ما عدري يعني مجموعة انسان يمكن؟ مجموعة انسان اوكي طيب كيف بتردي على اللي يقولك محتوى كتافة؟ لا يتابع اه اخر كتاب قرأت اه مالذي كان اسمه يا ربي؟ فقدان الذاكرة اوكي كان قصة هوا او لا ؟ لا هو قصة اوكي دور ندمتي عليه؟ اه دور ندمت عليه ما كدر اقول لم؟ ما بغى يعني مو حلوة ما بغى عشان حاجت تعاملي مع المنتج ثاني؟ لا مو عشان اتعامل مع المنتج بس ما احب اطيح من شى انا سويتها حسناً، أيضاً، من هي نجمة السعودية الأولى اليوم؟ نجمة السعودية الأولى؟ أنت كذا طيحتيني بفخة على فكرة لماذا؟ من أي ناحية؟ نجمة الفنان الأولى في السعودية يعني كمسلسل، تمثيل؟ تمثيل مثلاً بنظري؟ بنظريك طبعاً أسيل عمران، بس لا أتوقع أنها تمثل الحين أستطيع أن تقوم بفخة أدوار، أستطيع أن تقوم بفخة أدوار ولكنها أحب أن تقوم بفخة أدوار بالنسبة لك، أسيل عمران، هي نجمة السعودية الأولى اليوم المفترض أن تدرسي قانون، ماذا تتخرجي؟ والله، أنا لم أخذ الموضوع على راحتي لأنني لا أحب أن أخذتها شيئاً، ولم أفهمتها وتمعتها لم أفهمتها وتمعتها وتمعتها؟ ألا لديك دعاية هنا، وأنني نجم تسفرين هنا، وتصوير مسلسل هنا لا يعني الموضوع ليس إتقان لكن لا أريد أن أضغط نفسي جدولي مليان عندما أجد وقت فراغ وأستطيع أن أركز في دراستي أنت موقف الآن غالباً لا أحد يتخرجني لا إن شاء الله استغفر الله 20-30؟ نقول 20-24 بإذن الله إن شاء الله من 1 إلى 10 لأي درجة أنت غيورة؟ 2 2؟ 2؟ لا أغار أنا صراحة يعني لا أغار من المواضيع العادية لا مثلاً لو افترضنا مثلاً على خطيبك مثلاً لو زوجك إذا كان في موضوع صدق قاعد يصير أكيد سأغار لكن إذا كان درجة غيرتك؟ أعطيك خمسة مستحيل أقول لك عشرة لأنني لا أغار طيب متاح تقدمي عمل من بطولتك؟ في المستقبل بس ما في شيء يعني يلوح في الأفقة ومن تحطن نفسك مثلاً عدد سنين معينة مثلاً خطة طيب كان ممكن اليوم تكوني مليونيرة وسنتي صريفة جداً لأي درجة هذا الكلام صحيح؟ من قال؟ يعني أنت مليونيرة أو أنت صريفة؟ ما أقدر أكد لك لهذا أو لهذا؟ أو أنت مليونيرة أو صريفة؟ أو أنت موضوع الفلوس بيوجعك يا جود على طول؟ لأن هذه خصوصية الله يبارك لنا يا رب طيب تخافي من العين يعني طيب صحباتك قليلوا بيتغيروا قلة ثقة منك في الناس أو تقلب شخصيتك أو المشكلة منهم؟ أحياناً قل ثقة في الناس وأحياناً هم يتغيرون فجأة أو بعدين أو أنا أكتشف شخصياتهم متأخر فأكتشف أن لا ما يناسبوني أوكي فبتحسين أن المشكلة في الناس؟ أتمنى يعني لأن إذا صارت المشكلة مني ما أدري ما ستفعله أعجبتني هذه الإجابة أوكي طيب يا ريتم اللي يطلعوا المشكلة طيب أغنية تعبر عن حياتك أو حالتك النفسية؟ حالياً أو بشكل عام؟ حالياً مثلاً أو بشكل عام؟ هل أتمنى أثنين اللي يعجبين؟ بشكل عام في أغنية الأليسة بس نسيت اسم الأغنية بالضبط أذكرنها الأليسة إيش الكلمات؟ أنا من قوايا عكس اللي شايفينها ما أعرف اسم الأغنية بس هذه أيو أيو معروفة هذه الأغنية لأنه أصلاً يعني كثير بنا تحبوها يعني كثير شناً شافوا نفسهم فيها طيب أوكي فهذه اللي تعبر عنك بشكل عام أو حالياً؟ لا بشكل عام هذي بشكل عام حالياً طيب؟ حالياً ما فيه أهم صفاف زوجة المستقبل؟ العقل يعني إن شاء الله أكيد كلاً عندنا عقول فيه ناس ما تستخدم عقولهم بالطريقة الصحيحة فأنا أتمنى أنه عاقل عاقل هذا بناء على تجربة؟ تقدرين تقولين شكراً لك يا جد عفواً حلوي أوكي الله يسترمجي بسربة